ملحوظة هو ده اللي بدأنا بالنهاردة ملحوظة بس لازم ناخد بالنا منها ان المدربين الاجانب بيزيدوا في الدور المصري سبع فرق في الدور المصري هتخش الموسم الجديد بمدربين اجانب من مجموعة 18 فريق في الدور الممتاز يعني تقريبا نسبة تقترب من الاربعين في المية من مدربي المسابقة مسبقة الدور الممتاز ده غير طبعا فيتوريا وغير ميكالي في المنتخب الأولمبي مدربين اجانب كتير بصراحة يعني في سوق مفتوح ممكن تشوفها حاجة عادية ممكن تشوفها حاجة عادية بس احنا كنا لسه من فترة قريبة بنقول انه فيه مدربين وعايدين مصريين ومدربين جيدين والمفروض يبقوا ياخدوا مكانا أحسن ونعتمد على المدرب الأجنبي ونعتمد على مدربيننا المصريين بس ده خليك تفكر هل احنا فعلا مدربيننا المصريين مؤهلين مؤهلين بشكل جيد وممتاز ولا مؤهلين بس مش بشكل جيد وممتاز ممكن يبقى عندهم نواقص نواقص في الدراسات نواقص في الرخص نواقص نواقص شفنا واحد من أفضل مدرب الدوري المصري في السنوات الأخيرة من أفضل مدرب الدوري المصري في السنوات الأخيرة كابتن علي ماهر كان موجود على الدكة في مباراة لفيوتشر في كونفيدراليا الأفريقية عشان معوش الرخصة إيه؟ لا ياخد رخص هو وكل المدربين على فكرة 99% من المدربين الدوري المصري معهمش الرخصة إيه؟ عفوا كان موجود في المدرجات مش عالدكة أنا آسف بس بتتكلم في مدربين في الدوري المصري معهمش الرخصة إيه؟ كتير 90% أكتر من 90% كمان معهمش الرخصة إيه ده ما ينفعش ده ما ينفعش لمستوى الدوري ومستوى المدربين بتاعنا بيكبر طول الوقت هنتكلم كتير عن هذا الأمر في حلقات قادمة هل احنا مدربيننا عندهم مشاكل فنية عندهم مشاكل في الرخص مشاكل في التعليم أو زيادة التعليم كلمة تعليم التدريب يعني عندهم حاجات أو عندهم نواقص نعرف ونشوف ونفهم ونتطورهم عشان نحب إن المدرب المصري مش بس يبقى ورقة مهمة جداً في الدوري المصري على أقل يبقى ورقة مهمة في الدوريات العربية أكبر شوية يبقى ورقة مهمة في الدوريات الأفريقية وللأ يبقى موجود في دوريات عالمية نشتغل على ده نشتغل على ده زي ما احنا بنقول دايماً احنا عندنا مشكلة في تصدير اللاعبين لأوروبا أو للخارج عايزين نصدر كمان مدربين للخارج زمان كان المدرب المصري في المنطقة العربية تحديداً كان مطلوب طول الوقت طول الوقت دلوقتي نسبة قليلة جداً نسبة قليلة جداً اللي بتطلع في الوطن العربي وهي في فرق عربية كبترية مصطفى على فكرة شي بشي يسكر يعني عمل شغل عظيم جداً في المغرب عمل أداء رائع جداً بما إن زكارة المدربين المصريين الموجودين في الوطن العربي فعمل شغل محترم جداً في الدوري المغربي